تعمل الرئاسة العظى لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على الصيانة اللازمة لإنارة المسجد الحرام بشكل دوري وذلك باستخدام أحدث التقنيات الحديثة الثريات والمصابيح في الحرم المكي صممت خصيصا للبيت العتيق بأشكال وأحجام مختلفة لتضفي بذلك لمسة جمالية في أرجاء المسجد الحرام وساحاته تتميز الثريات والمصابيح بالمسجد الحرام بطابعها الإسلامي الفريد التي صنعت خصيصا للبيت العتيق بأشكال وأحجام مختلفة وبأعلى المواصفات والتقنيات الحديثة ويحتوي المسجد الحرام على أكثر من خمسمائة ثريا مختلفة الأشكال والأحجام والتي كتب على عدد منها آيات قرآنية بخطوط فنية وزخرفية ويبلغ عدد وحدات الإنارة في أرجاء المسجد الحرام وساحاته والسطح والمنارات والتوسع أكثر من 120 ألف وحدة إنارة وتعمل بنظام إنارة موفرة للطاقة وذلك لرفع كفاءة الإضاءة وتوفير الطاقة هذا وتعمل الرئاسة العامة لشؤون الحرامين على الصيانة اللازمة للإنارة المسجد الحرام بشكل دوري تشمل أعمال التلميع والتأكد من عمل الكشفات وتوصيلاتها بشكل دائم كما تقوم الرئاسة وبشكل شهري بصيانة ثريات حجر إسماعيل الثلاث لتضفي لمسة جمالية تضيء أرجاء المسجد الحرام وساحاته وسطحه ومناراته والتوسعة السعودية ترجمة نانسي قنقر